سورة البقرة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة ومنقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أن لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يقدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المستدون ولكن ما يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إلا ما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعملون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءتنا حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عظيم فهم لا يرجعون أو تطير من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعف حذر الغوت والله محيط بالكافرين يتعد البلق يخطب أبصارهم كلما أضاء لهم مشوهي وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تستقون الذي جعل لكم الله فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنزادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسومة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تقلوا ولن تفعلوا فاستقوا النور التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منا من ثمر سر صادوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوبة فما فوقع فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون فيقولون ماذا قراد الله بهذا مثلا يضر به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضر به إلا الفاسقين الذين ينقون عهد الله من بعد الإساقه ويفطعون ما أمر الله به أن ينصر ويفقدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تذكرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوى هم سبع سماواتهم وهو بكل شيء آمين وإذ قال وردك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسبح الدماء ونحن نسبح بحملك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم أعرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسماءهم فلما أنبئهم بأسماءهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تشتمون وإذ قلنا للملائكة السنون آدم فسجدوا إلا إذ ليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم السن أنت وزوجك الجنة وكنا منها ربدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكنا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اذبطوا بعضكم لبعض العدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع للأحيث فتلقى أهدا من ربه كلمات فتاب علي إنه هو السواف الرحيم قلنا اذبطوا منا جميعا فإما يأتي أنكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين شفروا وكلبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعضكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فتغون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتستموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاكوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا نؤخذ منها عجلا ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبنائكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخلتم العجل من بعده وأنتم والمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم كترون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم كهتدون وإذ قالوا سالحوني يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باستخادكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو السواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الطاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم كترون وضللنا عليكم الرمام وأنزلنا عليكم المدن والسرع كنوا من طيدات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإن قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شحتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وكونوا حفة نغفر لكم خطاياكم نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحتمين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجدا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرف بعصاك الحجرة فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعتروا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فاجعلنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقنها وخسائها وخومها وعدسها وبصلها قال أتسى الجنون الذي هو أدناب الذي هو خير اهدفوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليه الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يصفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابين من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل طالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإن أخذنا ميتاقكم ورفعنا فوقكم الصور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلمكم تستقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا خذوا الله عليكم ورحمته لكنتم من القاسرين ولقد عليتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كنوا قرجة خاسرين فاجعلنا نشالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمسهين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تنبعوا بقرة قالوا أتتخذنا هدوا قول أعوذ بالله أن أتون من الجاهلين قالوا ادعوا لنا ربك يبلئ لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فابق ولا بكر حوالا بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا ادعوا لنا ربك يبلئ لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراغ فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادعوا لنا ربك يبلئ لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذنون تثير الأرض ولا تسر الحرض مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فنبحوها وما كانوا يفعلون وإن قتلتم نفسا فانترقتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل يضربوه ببعضها كذلك يخل الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعطلون ثم فزت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنار وإن منها لما يشطق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهدر من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنونكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحربونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليهم ليحجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أباني وإنهم إلا يظنون فويلوا للذين يسرون كتاب بأيديهم ثم يفرون هذا من عند الله ليشعروا به ثمنا قليلا فويلوا لهم مما كتبت أيديهم وويلوا لهم مما يسرون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معزودا قل أتقلتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ليثا فبني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالقربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأصينوا الصلاة وآتوا الزكاة ثم دوليتم إلا قليلا منكم وأنتم معلمون وإذ أخذنا ميتاقكم لا تسرتون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أفضرتم ثم أفضرتم وأنتم تشهدون ثم أنتما أولئك تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأسوكم أسارا تخاذعهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتسفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزن في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عن ما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البلينات وأيادناه بروس القدس أبت لما جاءتنا صعبا من جمالاتا من بزق مستفرتم ففريقا كلبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلقا تلعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فنعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفتهم أن يتروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عبادة فباءوا بغضب على غضب وللكافرين وإذا كيلنهم آمنوا بما أنزل الله وقالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فهم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقل جاءكم موسى بالبينات ثم ادخلتم العجر من بعده وأنتم غالرون وإذ أقلنا لتاقكم ورفعنا فوحكم الطور أخذوا ما أعتيناكم بخوة واسمعوا قالوا سمعنا وعطينا وأشربوا في قلوبهم العجر بسفرهم قل بكس ما يأمركم بإيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنواه أبدا بما قدمت عيديهم والله عليم بالرادمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو نعمر ألف سنتين وبا هو بمزحزحي من العذاب أن يعمر والله بصير بما يحملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نسله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يسر بها إلا الفاشعون أو كل ما عامدوا عهدا نبده فريق منهم بل أسرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبد فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تسل الشياطين على ملك سليمان وما كبر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يكونا إنما نحن بثنة فلا تشفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمون من اشتراه ما له في الآخرة من خلاقه ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يحلمون ولو أنهم أمنوا واستقوا لما توبثوا من عند الله خير لو كانوا يحلمون يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم ما يودل الذين شفروا من أهل الكتاب ولن نفرحين أن ينزل عليهم من خير من ربكم والله يخص برحمته من يشاء والله ذو القضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سؤل الموسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ورنا سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصلحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأصموا الصلاة وآثوا الزكاة وما تقدموا لأنفسهم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى فلك أمانيهم كلها توضرها لكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قول الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وتعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فسم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتقذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قادثون بديع السماوات والأرض وإذا خمى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون أو لا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بسيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك الهود ولا النصارى حساس السبع منتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن استبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يسرونه حصة يا بني إسرائيل اذكروا نعمة التي ألعبت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما ما تجزي نفسه عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدلا ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأسمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا يمال عهد الوالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسناعيل أن طهروا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من السمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه وقلينا ثم أفضروه إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسناعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وضع فيهم رسولا منهم يسلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويذكرهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله صفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم سوداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن نوم مسلمون تلك أمة قد قلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتهم ولا تسحنون عن ما كانوا يعملون وقالوا قلوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل بل في إبراهيم حليفا وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسفاق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي المبليون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما أمنتم به فقد أسدوا وإن تولوا فإنما هم في شفاق فسيسبيتهم الله وهو السميع العلي سبغة الله ومن يحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلطون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسفاق كان مبودا أو نصارا قل أنتم أعلموا من الله ومن أعلم مما كثبت هذا العين ذهر من الله وما الله بها فهل عما تعملون تلك قوة قد خلت لها ما كثبت ولكم ما كثبت ولا تسألون عن ما كانوا يعملون سيقول السبهاء من الناس ما وذناهم عن إذلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى طراط مستقيم وكذلك جعلناكم ممتا وسطن تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلناك ابنة التي كنت عليها إلا للعلم من يستبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالماس لروق رحيم قد نرى تقلب وديك في السماء فلنولينك ببعثا ترضاها فولي وجهك شطرا نسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بالعافل مع ما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية من تفعوا كبنتك ومن أنت بتابع كبنتهم وما بعضهم بتابع كبنت بعض ولئن استبعت أهوالهم من بعد ما جاءك من العلم وإن كذل من الظالمين الذين أنسيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبلاءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يرتبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بالعافل عن ما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطر لألا يكون من ناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم فلا تخشوهم واخشوني وليؤتيهم نعمتي عليكم ولعلكم تسدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا اشتعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل بسبيل الله أمواتهم بل أحياء ولكن لا تشعون ولنبلغ لكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلواتهم ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفاء والموت من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جلاح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكلمون من أنزلنا من البيناس والهدى من بعد ما بيناه للناس من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعبون إن الذين تابوا وأصلحوا وبيناه فأولئك أتبو عليهم وأنا الثواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم صفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالبين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينبرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض وفقنا في الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبست فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المتقر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتقل من دون الله أنزادا يحبوا لهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن مرقوا وسل الله جميعا وألي الله شديد العذاب إذ تبرى الذين استفعوا من الذين استفعوا ورأوا العذاب وتقضعت فيه الأسباب وقال الذين استفعوا لو أن لنا جرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا من ما كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات على يتبه وما هم خارجين من المار يا أيها الناس قلوا ممن في الأرض حلا طيبا ولن تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والبحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله وقالوا بل اتبعوا ما ألفينا عليه آباء أو لو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ومثل ذا أحكم بكم عظيم فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا طلوب طيبا بما عزقنا تغوصروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدمى ونحمل خنزيل وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عادي فلا إذن عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يشعرون ما أنزل الله من الكتاب ويشعرون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يذكيهم ولهم عذاب عليم أولئك الذين اشتروا الضمانة بالهدى والعذاب بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك لأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا بالكتاب لدي شقاط بعيد ليس المر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن الدر ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآت المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الرحاب وأخوهم الصلاة وآت الزكاة والموهون بعهدهم إذا عاهدوا والصادرين في البحساء والضراء وحين البحث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقسل الحر بالحر والعبد بالعبد والانسى بالانسى فمن عفع له من أخيم شيء فاستباعهم بالمعروف وأداء وأداء إلي بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة من جاق للألباب لعلكم جثقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن شرك خيراً وصية للوالدين للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين فمن بزله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبزلونه إن الله سميع عليم فمن خرف من مصن جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفوراً رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدتهم من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فرية طرأهم من سين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تطروا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضاً أو على سفر فعدتهم من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمه العدة ولتكبر الله على هداسهم ولعلكم تشترون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيان رافة إلى نسائكم هن لذا سر لكم وأنتم لذا سر لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باترون وابتغوا ما كتب الله لكم وأكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أثنوا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربونا كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدنوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإسم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي موافق للناس والحج وليس الضغط أن تأكل بيوت من ظهورها ولكن مذذر ومن استقع واثوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا بسبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث تقسلوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والبثلة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسكد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فئنة ويكون الزين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين أشدهوا الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واستقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تنقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتنوا الحج والعمرة لله فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي ولا تحنقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو ذني أذى من رأسه ففدية ففدية من طيام أو صدقة أو نتر فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجلب صيام ذنب في أي أمين في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله جديد العقاب الحج عشر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جزال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزودوا فإن خير الزاد سقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتموا فضلا من ربكم فإذا أقلتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظلي ثم أفيدوا من حيث أبعض الناس واستعفروا الله وإن الله غفورا رحيم فإذا قضيتم مناسككم بلقروا الله كذكركم أباءكم أو أشد ذكر فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي أعذاب النار أولئك لهم نصيب مما كفهوا والله سيع الحزام واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إذن عليه ومن تأخر فلا إذن عليه لمن اتقى واستقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أنز الخطار وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فينا ويولك الحرف والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له استق الله أخذته العزة بالإفن فحسبه جهنم ولد السلمان ومن الناس من يجري نفسه ابتغاء مرضى في الله والله رغوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تستدعوا فضوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله في ظلم من العمال والمنائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سلبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبذل نعمة الله من بعد ما جاءتهم فإن الله جديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آبنوا والذين اتخذوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكفاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين موتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى فراط مستقين أم حصلتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزرزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون كل ما أنفقتم من خير فللوالذين والأقربين واليتامى والمساكين والمساكين وذن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به علي كتب عليكم القتال وهو قرر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه والقتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وتفرم به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفترة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصفى البنار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر يكن فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقونك للعفوة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن يتاما كل إصلاح لهم خير وإن تخالفون فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حسا مؤمن ولهما تنكح المشركين حسا مؤمن ولعبدا مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإبنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعددوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يقهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب السوادين ويحب المتطلعين نتاؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشأتم وقدموا لأنفسكم واستقوا الله واعلموا أنكم منافوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرمة لأيمانكم أن تبروا وتستقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يعاقلكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يعاقلكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من لسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروا ولا يحيو لهم أن يكتم ما خلق الله في أرحام إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهم مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم الصلاف مرتال فإن ساكم بمعروف أو تسريحوا بأحسان ولا يحيو لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن كفتم من لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما في مفتذت به تلك حدود الله فلا تعتدواها ومن يتعز حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حساسا كح زوجا غيرا فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظلنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا خلقتم النساء فبلون أجلهن فانسكوهن بمعروف أو تسريحوهن بمعروف ولا تنسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تستخدموا آيات الله هزوا وانكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واستقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعظلوهن أن ينكفن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أسجانكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يوضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعى لا تضر ووالدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشابر فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستردعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا فلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفعون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خببة النساء أو أتمنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكروا يهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تكونوا قولا معروفا ولا تعدوهن سنكاف حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما فيه أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حميم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضونهن فريضا ومسعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا من المعروف حقا على المحسين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضا فلص ما فرضتم إلا أن يعقون إلا أن يعقون أو يعق والذي بيده عقد كل نكاح وأن تعقوا أقرب للتقوى ولا تنسوا القبل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوصى وقوموا لله خالفين فإن خذتم فرجالهم وقفانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصيفا لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجوا فلا جناح عليهم فيما فعلنا في أنفسهم من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتغين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم ترين الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوك حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكرى الناس لا يشفرون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله فقرضا أزلا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يكذب ويبسط وإليه ترجعون هلم ترين الملين بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم إذ قالوا لنبي لهم ابعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هلا تيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلن يكتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يحدث عزام من المال قال إن الله الصمام عليكم وزاده بصة في العلم والجسل والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع علي وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل بارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت في الجنود قال إن الله مبتليكم بنمر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اعترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا فا غتبنا اليوم بجانوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة ولبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما بغزوا لجانوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتبث أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جانوت وآساه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفعوا الله إنات بعضا ببعض فسدت الأرض ولكن الله ذو قبل على العالمين تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو كان الله مقتدنا الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتدوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يا يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شغاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلقهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظه ما وهو العلي العظيم لا إتراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يتفر بالطابوت ويؤمن بالله فقد سمسك بالعروة والصالة انفصام لها والله ثميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أملياؤهم الطابوت اخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن آساه الله الملم إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأمير قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فاختي بها من المغرب فبويت الذي كفر والله لا يهزل قوم الظالمين أو كالذي ور على خرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله بأفعام ثم بعده قال كم لبث قال لبث يوما أو بعض يوم قال بل بث مهت عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للماس وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم لكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل جيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أريه كيف تحيي الموتى قال أولم تغمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعلهن يأسينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل جنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليهم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أدوهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة الخير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنون سبط صدقاتكم بالمن والأذى كالذين ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأطابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شئ مما كسبوا والله لا يهد القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم مرتضاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فلا تسركنا ضعفا فإن لم يصدها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيم وأعلاب تجري تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية معفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يغتل حكمة من يشاء ومن يغتل حكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا قل الألباب وما أنفقتم من نفقة أو ندرتم من نذر فإن الله يعلمه وما بالظالمين من أنصار إن تغدوا الصدقات فلعهم ماهي وإن تخفوها وترسوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هدى لهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفر تعرفهم بسيماهم لا يسهلون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أولا بالليل والنهار سواهم وعلى ليتاهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط والشيطان من المسك ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعرة من ربي فانتهى فله ما سنفى وعمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقاء والله لا يحب كل كفار نفين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقوموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كفبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تزاينتم بذيل إلى أجل مسمى فاكتبوه فاكتبوه وليكتب بينكم كافب بالعدل ولا يأبى كافب أن يكتب كما علمه الله فليكتبوا يمنى الذي عليه الحق وليستق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو بعيفا أو لا يستطيع أن يملله وقل يملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحساهما فتذكر إحساهما المخرى ولا يعبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصط عند الله وأقوم للشهادة وأجلاء لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونا بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضر كافب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوكم بكم واستقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كافبا فرهان مقبولا فإن أمن بعوتكم بعضا فليغد الذي أتمن أمانته وليتق الله ربا ولا أسهتم الشهادة ومن يجتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تفوا يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه لربه والمؤمنون كل آمن بالله وبلائكته وكتبه ورسله لا نفلق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إفراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا هنا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واجفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الخوم الكافرين